موسيقى أول شي شكرا على الاستفافة طبعا أنا بالنسبة لي طفولتي كانت طفولة جميلة طفولة طبعا أشت في فريج البن علي في المحرق في مع جدي وجدتي فهذين كانوا بالنسبة لي هم اللي ربوني وهم اللي يعني سعوا علينا أنا وأخوي وبعدين طبعا عندي أخوة ثانين من أمي فالحمد لله الطفولة كانت حلوة جميلة سعوا ونحن يخلونا نتعلم ونحن نخلص دراستنا فكنت أنا حتى دايما أقول إشلون الناس اللي ما تعلموا يسعون أن يكون أولادهم لازم يتعلمون ولازم يتخرجون ولازم يكون عندهم شهادة فكانت يعني جدتي تحرص أننا دايما نحن نكون في يعني نروح للمدرسة ونتابع أمورنا ويكون عندنا يعني طبعا عندنا شهادة المدرسة طبعا نروح ماشي ما في سيارات ولا شيء كنا يعني أطفال فرحين بالمدرسة فما نحس لا نحس بالمسافة ولا نحس في أي يعني أي متحديات أو أي مشاكل طبعا نحن لما يعني في الصغري كنت أول شي رحت مدرسة في مدرسة الحالة بعدين يعني بطريقتنا أخرى نقلونا إلى مدرسة أسماء ذات الناطقين وأسماء ذات الناطقين بعد نفس الشيء صارت فيه تعديلات فنقلونا إلى مدرسة مارين بنت عمران مدرسة مارين بنت عمران اللي أنهيت فيها المرحلة الابتدائية طبعا طبعا في بدايات وكان طبعا شقة في أن أكون يعني في المجال العلمي فرحت لمسار العلمي خذيت طبعا هناك في وقتنا إحنا ما كان في يعني تخصص إنما نأخذ كل المواد كيميا وفيزيو ورياضيات فهذه المواد كلها وكاننا يعني يعني مواضبين على الدراسة وكان عندنا يعني أستاذات مصريات أردنيات فكانوا هذه بحرينيات طبعا يعني يدرسوننا ويحاولون أننا طبعا نحن نجتهد في حيث أننا نوصل إلى طبعا إلى مستوى اللي هما حبينا وليحنا يعني أهلنا يطلعون له وكان طبعا بالنسبة للمديرة المدرسة كانت عندنا مديرة أستاذة حصى الخميري كانت لتقود المدرسة وكانت شديدة يعني وكان بس كان عندنا يعني مثل ما تقول نتابع وياها الأمور وبس كانوا في يعني نوع من شوي الشقاوة بين البنات ايه يعني فأنا لأنا كنت ويد هادئة يعني مكنت من النوع الهادئة وكنت يعني مثل ما أقول انه يعني كنت بسيطة من النوع حتى يعني تفكيري ما كان تفكيري يعني منصب في الشقاوة كان تفكيري أكثر شيء في الدراسة لدرجة أنه لحد الآن أحد يشوف لي يقولون حق أولادهم أن هذه كانت ويد شاطرة في المدرسة لأن كنت التركيز همي على الدراسة بس كنت أستقرب كنت ويد أستقرب من النوع لأن أهمت تصرفاتهم وسلوكيات على أساس أن أهمت لجذب الانتباه كأن نقول تحدي النظام طبعا بالنسبة لي أنا ما قدرت أن أروح أكمل الجامعة مباشرة بعد الثانوية العامة فطريت أن أنا طبعا أبحث عن عمل فكنت أبحث عن عمل فحصلت عمل في كمساعدة فنية أشعة في المستشفى النعيم الصحي من أقدم المستشفيات في مملكة البحرين فهذا طبعا رحت اشتقلت في الأشعة وظليت أشتغل في المستشفى النعيم لحد ما افتتحوا مركز السلمانية الطبي فلما افتحوا مركز السلمانية الطبي نقلونا إلى نحن نعمل في السلمانية فظليت أعمل في السلمانية لحد ما 76 كان فيه بعثات جامعة بيروت الأمريكية فرحنا أعملنا امتحان القبول ولكن طبعا للأسف أو يمكن لحسن الحظ أنه أنا كان بيني وبين الزميلاتي يعني فارق بسيط في النتائج الأدميشن فهم ثنتين راحوا بيروت الأمريكية عشان دراسة دبلوم في الأشعة ولكن يعني وظليت أنا طبعا أشتغل في الأشعة 76 افتحوا كلية العلوم الصحية فلما افتحت كلية العلوم الصحية خلاص قالوا لنا أنتم تروحون الدرسون تأخذون السيشيات دبلومة اللي هي الدبلوم مشارك في علوم الأشعة فهذه كانت كنت أنا أول دفعة في كلية العلوم الصحية وزميلاتي طبعا اللي راحوا بيروت ورجعوا بسبب الحرب فكنت هذا عشان شي قلت لك لحسن الحظ لحسن الحظ أن أنا ما رحت ورجعت من غير شهادة ودرست طبعا لشهادة مشارك في علوم الأشعة ورجعنا بعدين نشتغل في الأشعة ولما رجعت في الأشعة اشتغلت في الأشعة فترة من الزمن في طبعا هو طبعا تخرجنا 78 من 76 ل78 بعدين اشتغلت لألف وتسعمائة وثمانين ألف وتسعمائة وثمانين ذهب بواحد من زملائي في الأشعة طبعا راح كرئيس قسم الأشعة بعد ما فتتحوا طبعا كان هو هناك في الأشعة وكان يدرسني كمان فطلب مني أن أنا ألتحق كمعيدة في كليات العلم الصحية فلما انتقلت طبعا في كليات العلم الصحية بدأنا في برنامج دبلوم التدريس هو سنة كاملة من ثمانين إلى واحد وثمانين بعد واحد وثمانين طبعا بديت أدرس بديت أدرس علوم الأشعة وبعدين طبعا بديت يعني بعد ما خلصت الأسجيل دبلوما رسلونا ثلاثة شهور فرنسا نعمل ونشوف تجارب في المستشفيات فرحت هناك في طبعا الفرنسا خلصنا أنا وعندي زميلتي ورجعنا لما رجعنا طبعا بديت أنا طبعا في المستشفى لحد ما انتقلت كمعيدة في كليات العلم الصحية فقدمت على أمريكا وحصلت قبول فلما حصلت قبول طبعا عطوني سكولرشيب من وزارة الصحة ورحت طبعا أريزونا تركت الأولاد تركت الأولاد وزوجي يعني قناعتنا أنا خلاص لازم أتركه لازم أروح يعني طبعا أدرس لأن الطموح موجود لأن الطموح موجود وما كنت يعني ما كنت عندي خطرة جاية لازم أكمل من كثير ما أحب الدراسة من كثير ما وجاتني الفرصة يعني وهذه الفرصة جدا ما تحصل كل يوم ولا تحصل حتى أنا يعني لما يقول يعني دمن حتى جدتي الله يرحمها تقلت لي ليش يعني بتروحين تهدي زوجيش وولدك عشان شهادة قلت لها أنا حاب العلم فأنا حاب العلم وحاب النارو في أريزونا طبعا أنا لعني عندي الخبرة وعندي شهادة الدبلوم التدريس وعندي شهادة طبعا دبلوم الأشعة فاختزنت طبعا الفترة كان عندي سكولرشيب أو بعثي لثلاث سنوات فأنا في سنتين خلصت البكالوريوس والسنة الثالثة بديت في الماجستير خديت فرصة أن أنا الماجستير خبرت الوزارة وكان يعني ما عندهم أي مانع فقالوا لي كملي مدام أنت خلاص أنت هناك فكملي فاخدت البكالوريوس في علوم الأشعة الطبية ميديكار راديولوجي وبعدين خديت الماستر في طبعا كوميتي كوليج إدوكيشن عساس أنه في التربية وفي الكلية بس الانفسيس كان على التعليم المهني فهذه كانت يعني مثل ما تقول خلطة حلوة وبتناسب التدريس وتناسب علم الأشعة وتناسب طبعا وجودي في كلية العلم الصحية رجعت البحرين طبعا أنا لم تخرجت رجعت البحرين بحث يعني ما زال في طموح يعني ما زال أنا أبغي الفرصة الجاية أسأل نفسي ما هي الفرصة الثانية ما هي الخطوة الثانية فكان بحث يعني الحمد لله ذاك الوقت أول شي طبعا سيدات ما كانوا يروحون برع يتركون أولادهم يعني الجرأة يعني تبقي لها جرأة غوية وتبقي لها يعني ترتيب فكنت أنا من النوع اللي أنا لا بعد في خطوة لازم أخلصها لازم أكم يعني فالحمد لله يعني حصلت الفرصة بعد وطلبوا مني أن أنا أحصل قبول على طبعا الدكتورة فالحمد لله خذيت I backed my things بعد مرة ثانية ورحت نشفل رحت نشفل تنسي جامعة بندربلت من أقوى الجامعات الخاصة الجامعة يعني ما شاء الله يعني جامعة ممتازة ومثل البكالوريوس كنت دايما على لقاحة العميد وكنت الجي بي إيمالي عالي نفس الشيء لأنه عندي هدف كان يعني هدفي أن أنا أكون متفوقة وأن أنا يعني أبيض الويه يعني دايما أروح وأكون يعني أرجع بنتيجة حلوة مثل ما تفوقت في الدبلوم تفوقت في البكالوريوس تفوقت في الدكتورة والحمد لله يعني كلهم يعني الجي بي إيمالي معدلية أتي مرتفعة فبعد ما رجحت طبعا أنا أخذت طبعا اللايسنز للسياقة في 79 بعد ما رجعت من فرنسا يعني فهذه بعد يعني أقبل بعد الشغل وبعد العمل وبعد الدراسة اشتريت أول سيارة تيوتا اللونين كان بنيو بيج فهذه اللونين هذه كان الكراسيدا الكراسيدا نعم هذه أول سيارة لي فاشتريناها فهذه السيارة الأولى وبعدها طبعا أخذت من أمريكا جبت معاي شفر لأن هناك تعودت كلها شفر سيارة كبار الزوق نزيل وبعدين جبت معاي سيارة الشفر بس بعدين أخذت المرسيدس وبعدين أخذت لي بي أم داباليو أنا حياتي مو كلها بس في الصحة ما يعني الامتقالة دي نعم أنا طبعا بعد ما رجعت بالدكتوراه طبعا كان عندي أنه أشتغل في في الكلية اشتغلت ثلاث سنوات في الكلية نفس فترات اللي درست الدكتوراه درست في درست التمريض درست دينتل هايجينيست درست الأشعة درست سويت وركشوب حق بعض الأطباء وبعدين صرت منسقة لمركز تطوير التعليم اللي هو Education Development Center اللي في كانو بلدنج في الكلية وسينيار وخصائية مناهج أولى فضلت فيها فترة وفي نفس الوقت كنت أدرس في جامعة البحرين بورت تايمر وفي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية فدرست فكان عندي هذا التنوع في التعليم بين المؤسسات فكسبت خبرة طبعا التدريس بعدها طبعا حسيت أنه المجال خلاص يعني أنا أعطيت يعني في المجال هذه كفاية فيعني حبيت أن أغير يعني حبيت أني أغير فلما درست في جامعة البحرين احتكيت وفي بي آي بي أف احتكيت بكثير ناس من الأغضاء الخاص في البنوك فتعرفت على أجواء البنوك أجواء القطاع الخاص فقدمت بعد ما قالوا لي ترفي شاقر في الأي بي سي الأرب بانك انكوربوريشن في شاقر لمدير تدريب أو مساعد مدير تدريب فرح فرح تقدمت والحمد لله كانوا معي في أشخاص مقدمين ولكني فزت بالمنصب بديت مع المؤسسة العربية المصرفية اللي هي بنك اي بي سي الآن كنائب مدير التدريب إلى وصلت إلى نائبة أولى للرئيس سينير فيس برزيدنت طبعا للوارد البشرية والشؤون الإدارية طلعت من اي بي سي في 2006 بعد 11 سنة من العمل المتواصل الاي بي سي عطاني كثير انزين وعطيته كثير يعني تعلمت أشياء وايد في الاي بي سي كانوا الناس يقولون لي شلون بتطلعين من الصحة للبانكين كنت أقول لهم كنت أقول لهم أن العلم هو العلم الموارد البشرية التدريب التعليم كله نفس العلم أنا شلون أوطد هذا العلم في قطاع البنوك والحمد لله الحمد لله الله وفقني كنت يعني عملت بجد واشتهار تعرفت على كل المجالات اللي موجودة في البنك سعيت وكان الحمد لله في الرؤسات التنفيذيين اللي موجودين على فترة عملي جدا يؤمنون بالمرأة ويؤمنون بمساعدة وطبعا دعم المرأة فالحمد لله وصلت إلى هذا المركز بعملي وجهدي وبتعاونهم هما ودعمهم لي فالحمد لله لما طلعت لخلاص أحسيت أن أنا يعني عطيت الأي بي سي وهما بعد عطوني رحت جامعة كرانفيلد في لندن خذيت كورس في الـ رحت ميشيغن آن أربر ميشيغن انفرسي بعد خذيت أدفانس كورس في الـ موارد البشرية وبعدين طبعا رجعت وفي نفس الوقت طبعا كنت أنا دايما أتطوع تطوعت مع الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية في أرومكو السعودية أول ما بديت بديت مع جمعية البحرين للتدريب والتنمية البشرية عملنا كفريق يعني الحمد لله سوينا أول مؤتمر للتدريب وبعدين ظليت معهم كعضو مدى الحياة فبليت يعني التطوع كان شيء بعد في حياتي أنا ما أشوف أنه يعني تخصصاتي متنوعة بل أنها مكملة لبعضها البعض يعني تخصصاتي مثلا من التعليم والتدريب يمشون مع بعض ليس هناك تعليم من غير تدريب لازم يكون في تعليم ويكون في تدريب والتعليم والتدريب هما أساس تنمية الموارد البشرية أساس التنمية البشرية لما ندرب لما نعلم سواء كنا في الداخل المؤسسة أو سواء كنا خارج المؤسسة أو كنا في العمل التطوعي فكل هذه يعني الدراسات اللي أنا خذيتها كلها طبعا مرتبطة بعضها البعض يعني لما أنا رحت الكلية وبدأت أدرس وخذيت العلم وخذيت التعليم ما قدرت طبعا أدرب ولا قدرت أن أكون مستشارة في هذا المجال فالحمد لله والمجال التطوعي كذلك دعم هذا التوجه ريادة الأعمال لما دخلتها دخلتها بغلب قوي يعني بغلب أن أنا عندي الإدارة وعندي القيادة وعندي التعليم وعندي التدريب ليش ما أفتح شركة استشارية ليش ما أفتح معهد تدريب مهني وإحنا دائما نطالب أن يكون في تدريب مهني أكثر من أن يكون في يعني تدريب يعني أو تعليم يعني تعليم بدون تدريب فهذه الربط بين التعليم والتدريب شفتنا في تخصصي وفي مجالات تعليمي ومجالات خدمتي وخبراتي فنصيحة أول شي طبعا سعي وراء الشغف أنت يعني أي امرأة تشوف شغفها في وين أنزين وتتبع الشغف اللي هي طبعا اللي هي تبغي المرأة لازم تبتدي يعني 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 كثير بديت أن أنا أمي ذاتي أنا أمي ذاتي أخذ كورسات يعني أكثر شي كنت جمعيات مو بس في البحرين ألتحق في جمعيات في البحرين في الخليج في الوطن العربي في العالم فهذه يعني وجودي في البروفيشنال أسوشييشن هذه بعد أعطاني قوة وحتى طلعت برة أن أعطي محاضرات أرأس اجتماعات أرأس طبعا أرأس مؤتمرات يعني وجلسات في المؤتمرات فهذه يعني أعطاني قوة فالمرأة يجب أن يعني تأخذ كل هذه كمهارات حياتية ومهارات مهنية كلها تقوي بعضها البعض يعني المرأة هي عبارة عن مهارات زين أهي تقدر توطدها ويعني تخليها في أماكن صحيحة لكي تنمو وتزدهر نتكلم عن تمكين المرأة كيف نمكن المرأة المرأة ما تقدر أن تتمكنها إذا هي ما استطاعت أن تتمكن نفسها فالمرأة يجب أن تعمل على نفسها تحاول أنها تتمكن نفسها بطريقة أنها تنتهل من العلم تنتهل من الخبرات تنتهل من وجودها في المجتمع النتوركينج جدا مهم سواء كان في البلد وسواء كان برا게 التواصل مع الأخرين يعني التواصل مع الآخرين. على طول أنه يعني يكون في حركة أن أنا ما أظل يعني ما ألهم من ما هو جديد وما هي مستجدات العلم اللي أنا خدته. مستجدات الـ HR مثل موارد البشرية. مستجدات التدريب. مستجدات التعليم. هذه كلها تحتاج يعني خدتها أنا عساس أكون نفسي وأتقدم. يعني إحنا لما نتكلم عن تمكين المرأة وتقدم المرأة. فنقول شلون تقدم المرأة. إذا طورت نفسها. مكنت نفسها. إذن تستطيع أن تتقدم. فهذه الأشياء يعني أنصح كل أمرأة أنها تبتدي يعني توجد شغفها. تبتدي تطور نفسها. تبتدي تمكن نفسها بأكبر قدر من المهارات والخبرات والمعارف اللي تقدرها بعدين يعني خلاص. هذه أكيد أكيد بيخليها ترتفع وتتقدم في مجالها. ترجمة نانسي قنقر